صباح الخير عليكم مشاهدين رجعناكم بتمارين فقرة الرياضة وهالمرة مع تمارين البدل الرائعة واليوم بنتعرف على ضربة البنديخة يقولون عنها في اسبانيا بندخة لأنها هي نفس التري فانتشرت انتشار واسع وكبير في عالم أو رياضة البدل لأنها ضربة دفاعية نفس السماش الدفاعي عشان نقدر نفوذ بالشباك أو to win the net هل راكل؟ هل احبتك؟ جيداً. اليوم معانا كوتش راكل بتخبرنا كيف نقدر نتمرن على هذه الضربة. ماذا نحن لدينا اليوم؟ اليوم سننطلع البنديخة. البنديخة هي واحدة التي ستتطلع عندما تكون هنا في الناس و بعد ذلك ستأخذك واحدة. لكن البنديخة ليس كبير. لذا سأخبركم ما نفعل. سنطلع راكلة بينك تأخذك. سنطلع بعد ذلك ستجد إلى الجارة والان استغرار بشكل متر. وسهل دفاعات الشباب لتعرفة 2، اسم لديه أين، دفاعات الشبابين. بعد ذلك سنطلع البنديخة مع المنازلات سنطلع بشكل متر. بما الآن انتقار هي هنا تأخذك الرانيسة تقوير بشكل متر. بشكل لديك بخصص نظف. إذن ضربة البنديخة هي واحدة من الضربات اللي نقدر نفوز فيها الشباكناس ما قلنا إذا رامولنا ضربة اسمها اللوب وما كانت عالية وما كانت عميقة فنقدر نحن نستخدم أكيد الراكت مثل المخبراتنا وإيدنا اليسار تكون أمامنا كأننا مسكينكرة و المضرب بمستوى جبهتنا أو عينينا وأكيد ننزل بسلايد خطيرة على الراكت حسنا، 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 حسنا حسنا، حسنا زرمنا قادمنا نقوم بسلايد فإننا نصبع الأنوي وما كانت الأنوي ويستخدمها لم تكن أقرأت بسولد إذن نستخدمها عشان نكتر نفوز بالنات لما تكون ضربة اللوب مبعميقة حسنا، نستخدم نستخدم؟ حسنا، لأفترمي أولا، وإنTAKE ستفعلها، إلى هنا هنا حسنًا سوف نقوم بسكورة بشكل مربع نمسك الكرة لكنك تضربتها لأيي دائماً تستخدمون ايدكم اليسار لما تضربون ضربة البندخة وطبعاً السايدويي مهم جداً في هذه الضربة حسنًا ماذا نسخ؟ حسنًا موسيقى 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 دائماً موسيقى هل ستساعداً أي أي خطوره that we can really 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 use while we are doing this shot. Like our head is the racket next to our body, or? The most important thing that you have to focus on is, in the moment that you are going to hit the ball, the ball has to be far out of your body. You have to move with your elbow straight and not with your elbow semi-flexed. جيداً من الجسم الألبو يجب أن يكون بشكل مستقيم و بعيد عن الجسم دائماً يكون جيداً من الجسم شكراً لك يا شاكل شكراً لك شكراً لكم إذاً مشاهدين من كل مكان هذه كانت ضربة البندخة لا تتمرون عليها ويد وأنا محتاجة التمرين فيها لأنني أنا ويد يعني ما أقدر أتحكم ويد في الألبو ماتي وأخليها سريت ولكن التمرين هاي شوفوها أكيد كل أسبوع عبر شاشة إدباي في برنامج هذا الصباح وحود لكم أكيد من جديد في الستوديو